السلام عليكم كيف حالي شباب طبعا يوم مقطعنا راح يكون شرح تحديات الأوفر تايم تحديات مموه مقابل أنيق لنزة اليوم شرح كامل وافي طبعا قبل بداية مقطعنا اتمنى ان تشوفوا مقطع ومشو تشاركي من القناة اتمنى ان تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس واتمنى ان تدعوا مقطع بلايك طبعا لا تنسوا ان تستخدموا كود متجر ويزد ويزد ايتي عندكم في الايتم شوب وبس يلا خلونا نبلش مقطعنا طبعا تروح قائمة التحديات اليوم نزل التحديات مموه مقابل أنيق هذا التحديات شباب للأسف مش كاملة زي ما تعودنا لانه كل ما تخلص تحدي من الفوق الثلاث افتح الرابع وما تخلص تحدي كمان اضافي افتح الخامس وهكذا حتى تفتح كل التحديات طبعا التحديات كاملة عدي مسرة بس بشرح ومشرح كامل فهذا المقطع راح يفيدك جدا بس كل عليك انك تنشر مقطع بكل مكان بعد ما سووا التحديات حتى الكل يستفيد طبعا اول واحدة اول تحدي بيكون انك تحصى الاسكن يكون عندك بالبات الباس رقمه ثمانين تكون فاتح الاسكن لازم حتى تخلص التحديات وهذا والاسكن تكون فاتحه وتياره ثمانين بعد ما يكون عندك السكن مرحلته الثانية تكون انك تخلص تسع تحديات من اللي تحت هذول التحدي هم عشر تحديات فخلص التحدي اللي فوق كامل باعطوك هل ستايل اللي تشوفوه قدامكم الستايل الاسفل طبعا شباب هذا صورة التحديات الكملات هم عبار اول تحديين انك تكون معاك تاير ثمانين والمرحل الثاني راح تكون انك تخلص تسع تحديات فأول اثنين سهلات ونقص اول اثنين عشان تفهم انه اللي تحت عشرة لحالهم تمام؟ اول تحدي من العشرة مطلوب انك انك تلتقط اي عنصر باستخدام سمكة الصيد اللي تشوعه قدامكم باماكن مختلفة اللي بيكون عندها اشارة ممنوع الصيد في بالخريطة اماكن عندها اشارة ممنوع الصيد هنا فلازم انك تصيد ثرف اشياء من البحر بجانب هذه العلامة فاصل اعطركم على مقطع التوضيح حتى انكم تفهموا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التحدي الثالي من 10 تحديات مطلوب منك انك تستهلك تفاحة ومشروع الفطر والسلرب بروم اللي هي زي فطرة بتكون او زي شكل السلرب بتكون مدينة السلرب يسوام طبعا شباب بترككم امقطع توضيح اماكن التفاح واماكن مشروع اماكن السلرب روم الموجود بجانب السلرب يسوام فبخليكم مع المقطع اشتركوا في القناة التحدي الثالث من 10 تحديات مطلوب انك انك تبحث عن صندوق نوع رير يعني ازرق او صندوق نادر يسموه او انك تبحث عن خمسة خمس لامات تمام يفضل انك تدخل تيم رمبل لانه تيم رمبل فيه لامات بشكل كبير وفيه صندوق نادر بشكل كبير طبعا الصندوق نادر تشوفها قدامكم هذي الصندوق نادر يعني مش اي صندوق تقدر تفتحه لازم يكون بالشكل هذو فهذا ما ترككم مع مقطع تضيحي مبين من المقطع والمكان الصندوق اللي راح تحصل عليه اذا جيت على نفس المكان طبعا بالنسبة للامات بأي مكان ادخل تيم رمبل راح تطلع لك لامات عشوائي فيا بتفتح خمس صندوق نادرات او انك تفتح خمس لمات بتم رمبل او اي طور ثاني بس يفضل بتم رمبل فبخليكم مع المقطع موسيقى موسيقى رابع تحدي من تحديات العشرة مطلوب منك قتل خمس اشخاص باماكن مسمية مختلفة هاي الخريطة قدامكم بتنزل على اي مكان عليه اسم بتقتل في واحد بتروح على مكان ثاني عليه اسم ثاني وبتقتل الثاني وهكذا لازم تنزل على خمس مدن عليها اسم وكل مدينة من الخمس تذبح فيها على الاقل شخص واحد مطلوب منها خمس اشخاص بمدن مسمية عليها اسم يعني مختلفة فالتحدي يعتبر سهل وبسيط وخمس تحدي من تحديات العشرة مطلوب منك انك تلتقط او تصيد سمكة بثلاث اماكن مختلفة اول مكان ليك كانو اسمو كأنو والمكان الثاني ليزي ليك والمكان الثالث فلوبر بوند فهس بترككم مع مقطع توضيحي مبين الاماكن اللي لازم تصيد فيها سمك بالترتيب فبخليكم مع المقطع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى